سائلين المولى تبارك وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصائبين وانفعنا بالقرآن والذكر الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد وأيدينا إليك نمدد اجعل يا رب هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ودفع عنا المحن اللهم دفع عنا المحن اللهم دفع عنا المحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين آمين مشاهدين الكرام ومزال الحديث موصولا عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مسك الختام خير الأنام نبينا عليه الصلاة والسلام بنتكلم عن الجوانب البشرية في شخصية رسول الله عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال الله في حقي قل بلغ يا محمد إنما أنا بشر هذا الجانب البشر بتاعه مثلكم بشر مثلكم يوحى إلي جانب النبوة أحب نتكلم عن بشرية رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها محورين المحور الأول صفاته الخلقية ملامحه ملامح النبي عليه الصلاة والسلام لسه لسه ما تكلمناش عن هذه الطول والقصر تخين رفيع عيني عليه الصلاة والسلام صوابع اليدين صوابع القدمين ملامحه تكلم عن واحد يقولك وصف لنا ملامحه كده دي الملامح بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي الصفات الخلقية وفي الجانب الثاني أو المحور الثاني الصفات الخلقية نتكلم لما تشوف النبي الأول مرة أنت قعدت مع النبي وشوفته فنقول لك كلمنا عنه كده فتقول والله ده كان بشوش كده بيضحك آه يبقى كان من صفاتها الرئيسية أنه كان بسام المحية وشه بيضحك عليه الصلاة والسلام كان دائما البشر واتكلمنا عنها بالتفصيل وقلنا عايزين نتعلم ده من النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما البشر لينا الجانب سهل الخلق أصلي أنت النهاردة ممكن تقابل نماذك حس أنه مكلكع كده في بعضه ومحبكها ومزودها يا عم الحج فتقول له يعني ده النبي تبسم عليه الصلاة والسلام من الأعراف بتاعتنا في عرف السائد عنده وقال لك يا أخي النبي تبسم صلى الله عليه وسلم يعني إيه النبي تبسم ده هو علمنا تبسمك في وجه أخيك صدقة الأسبوع الماضي كنا بنتكلم عن ملمح في شخصية رسول الله برضو ملمح مهم جدا النبي كان شخصيا متفقلة عليه الصلاة والسلام فبنقول يا جماعة نحن في أمس الحاجة وفي أشد الاحتياج إلى التفاؤل عايزين نكون متفائلين إيه مولانا اللي يدعو على التفاؤل حاجات كتير تدعوك للتفاؤل أهمها إن لك رب كريم يدبر الأمر الله لطيف بعباده تحمل الهم ليه لك رب كريم قال في قرآنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم تقلق ليه بقى الحي لا يغفل ولا ينام القيوم يعني إيه قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى يدبر الأمر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما في شيء في الدنيا كلها يعجزه طلباتك اكتب طلباتك في ورقة كده طلباتك ايه نفسك في اكتبها في ورقة ونقدمها لربنا هتتحقق وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض صح ولا لا يا حضرات فيبقى عندك ده أهم حاجة تخليك تتفائل إن لك رب قال في قرآنه الله لطيف بعباده لك رب قال في قرآنه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين بس خلاص انتهى يعني رزقك عنده وهو ضمنهولك وهو كفلهولك قال لك ما تقلقش هيوصل لك رزقك رزقك لا يتحكم فيه بشر يبقى نتفائل ولا ما نتفائلش نتفائل رزقنا لا يتحكم فيه بشر طبعا والله العظيم نم قرير العين خليك مطمئن النفس مستريح البال رزقك لا يتحكم فيه بشر لا من قريب ولا من بعيد أم الله رزقك فين ده ملفك كله ملف حضرتك كله فوق قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون بس انتهى طيب عمري أجلي لا لا برضو نفس الموضوع إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث هو سبحانه ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بس يبقى وعليم بكل شيء خبير يعلم الخبير ده يا حضرات أي يعرف دقائق الأشياء مش ظواهرها لا دقائقها خلاص يبقى تطمئن طيب يبقى كان النبي عليه الصلاة والسلام شخصية متفألة وقال ويعجبني الفأل عليه الصلاة والسلام حب التفاول قوي ماشي النقطة الثالثة النهاردة في شخصية رسول الله طيب إحنا عرفنا وشه مبتسم المتفاعل عليه الصلاة والسلام طيب كلامه لما يتكلم كده كان النبي صلى الله عليه وسلم كلامه يعده العاد يا أخيش يكلم كتير عليه الصلاة والسلام يا أخي واحدة واحدة علي فهمني تفتقول إيه جملة جملة كلمة كلمة خطوة خطوة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقولك كان كلامه لو أحصاه العاد اللي بيعد الجمل يقولك والله النبي تكلم حوالي عشرين جملة الجملة مكونة من ثلاث كلمات أو كلمتين فيبقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكان كلام فصل يعني يعني كلامه محدود مش كلام كتير يعده العاد كلامه ما يتوش يعني أحيانا واحد يتوهك بكلامه ولما تيجي انت قلت كذلك لا انت فهمتني غالب أنا ما قلتش كده ده نقول تأصد ده نقول تأصد توهتني بكلامك فكان النبي عليه الصلاة والسلام كلامه سهل وبسيط لو أحصاه العاد يحصيه لو واحد بيعد الجمل يعرف يعده طيب وكان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه كلامه يبقى واضح و أمنا عائشة رضي الله عنه تقول و كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه و لم يكن يسردوا الكلام كسردكم أصلي في ناس كده ما بتشبعش من الكلام يعد يتكلم كتير نقول له لا النبي ما كانش كده عليه الصلاة والسلام خد بالك من اللي جاي بقى و كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم فيما لا يعنيه في ناس هتزعل كده ليه مولانا كده ما أنا لازم برضو لازم أحط بصمتي كده يقول لك التتش بتاعي لازم لازم أحط بصمتي كده لازم أقول رأيه و خلاص طب يا عم و ده تخصصك لا لا بس لازم أقول رأيه و لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتكلم فيما لا يعني احنا ليه بنقول الكلام ده حضرات عشان نقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن